من كبار السن للشباب الشباب وانت واحد من ضمن الشباب ومرشح الشباب شباب النادي انت شايفوا ازاي وشايف ايجابيته وعملة ازاي وإيه اللي توصيهم بيه وإيه اللي تطلبوا منهم انا دايما في الفترة اللي فاتت كنت بشوف ان انا عايز الشباب ترجع تقعد في النادي تاني انا واحد من الناس اجزب انتمام الشباب انا انا اروح النادي الاهلي عايز انا وفر انشطة للشباب فيه انشطة كتير بتتعمل دلوقتي انشطة على مستوى الرياضي على المستوى الثقافي على المستوى الفني ممكن ليه ما نوفرش الكلام ده للشباب جوه النادي ان هما يتزيد زياراتهم للنادي بشكل اكبر حتى على مستوى تنفسي ان احنا بننظم بطولات ليهم بننظم حط للعضاء يعني ننظم منافسة مثلا تستمر لمدة اسبوعين ثلاثة اسابيع في ملاعب النادي مش هايزنا على المستوى الكبرى انا بتكلم على على المستوى على فترة يتعمل دوري شباب الاهلي ده بزدد بزدد لكل الالعاب مزبوط كده او الالعاب المتاحة مزبوط كده ونفسي كمان تبقى للكبار نفسي برضو نعملها للكبار يعني انا من خلال مروريش في النادي لقيت فيه كبار السن بيحبوا لعبوا تنس مع بعض ممكن نعملوا وعلى فكرة ده تقليد يوم الاهلي ده كان موجود في سنين طويلة جدا زمان في كل الالعاب بس كان بيبقى يوم رياضي انما شيء كويس لو احنا قدرنا نوصل فكرة دوري شباب الاهلي ايوة بالزبط بحيث مختلف الفروع كل فرع يبقى عنده عدد من الفرق بزبط بيشاركوا حتى يريد اضافة الكلام حدك ده كل فريق يحمل اسم واحد من قدامى نجوم الاهلي اكيد طبع حاجة كويسة ده فريق حسن حمدي هيلعب فريق مرتاجي هيلعب فرقة صالح سليم وده هيلعب فرقة كمال حافظ وهكذا من نجوم الاهلي ورموزه الشباب هيتعرف على الرموز دول واعتقد هيكون فرصة لتلقي شباب الاهلي من مختلف الفروع بالزبط كده نعمل مثلا زي تسخيط في كل فرح وفي الاخر نجمحه في ملعب الاكاديمية في اي ملعب يخصص لده بالزبط بالزبط ده فكري دايما نحية الشباب والشباب اللي نظم البطولة اكيد 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 ودايما ده فكري لناحية الشباب ليه ليه نطلع نعمل الأنشطة دي بره ونعملها جوه احنا كتير قوي في النادي بس فوجة نظري الشباب محتاجين طلع التقص الباب بتاعتنا جوه النادي اكيد اكتر من ويرتبطوا بالنادي اكتر بالزبط طب هل من جانب الرياضي بس ولا انت شايف الجانب الاجتماعي والثقافي ده ممكن يكتذب لازم طبعا لازم من الجانب الاجتماعي والثقافي خاصة وان دلوقتي اغلب الشباب بيطلعوا طاقتهم على السوشيال ميديا لها مميزات لها عيوب بس انا من الاشخاص اللي ما بتحبش ان انا اقعد مستمر على السوشيال ميديا لا احب اتحرك وبحب اروح نهاردة في لاب كورا نهاردة في لاب تنس انا رايح انا هنزل عامل دلوقتي كالكلام ده فبحب بحب الحركة وكشباب لو ما اتحركنوش دلوقتي طبعا اتحرك امتى يعني ده كلام مهم جدا اشتركوا في القناة